اشتركوا في القناة إنه هو السميع البصير واتي منس الكتاب واجعلناه هدى لبني إسرائيل أولا تتخذ من دوني وكيلا ذوية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسرن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولانا بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا فعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وانددناكم بأموال وبنين واجعلناكم أكثر نفأ نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم من يناسات فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا معا لو تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أدتم أدوه واجعلنا جهنم الكافرين حصيرا إن هذا القرآن يعذير التي هي أقوى من يبشر المؤمنون الذين يعملون الصالحات إن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتبنا لهم عذابا أليما ويدعى الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا واجعلنا الليل والنهى وآية فنحونا آية الليل واجعلنا آية النهى لقصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السيون والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزم على طائره في عمقه ونخرج له يوم قيامة كتابا يلقاه من مشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك لهم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدن لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة نزر أخرى وما كنا معذبون حتى نبعث رسولا وإذا ندنا أن نهلك قرية أملنا نتر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدملناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا من كان يريد العجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا لهم جهنم يصلها مدمونا مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا من هد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما عطاء ربك محظوظا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنونا مخذولا وقبى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفهم ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهم جناح الذل من رحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا واتذ القربى حقه والمسكين وابنى السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا وإما تاربا عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يبكا غلولة إلى ميقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط رزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبئ بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلا كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما منه فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرب في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ شده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأقول كي لإذا كنتوا جنوب القصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تخفوا ما ليس لك به عنه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخلق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيء وعند ربك مكروها ذلك مني أنحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إنا يتا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا ما يزيدهم إلا الفورا قل لو كانوا آلات كما يقولون إذن لبتهوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوم كبيرا تسبح له السماوات السبو والأرض من فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليم وفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن عالم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاة أئنا لمبارثون خلقا جديدا قل كون حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من عهدونه قل الذي فتركوا من أول مرة فسيغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قليبا يا ما يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن نبثتم إلا قليلا وقل عبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان كان من إنسان عدوا من بينا ربكم أعلم بكم إن شاء يرحمكم وإن شاء يعذبكم وما أوسلناك عليهم وكيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر